يأمل المسؤولون عن المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي أن يسهم مشروع الزراعة المائية في محطة مروين الزراعية بمحافظة إربد بنقل هذه التجربة لأكبر عدد ممكن من المزارعين في الأردن بهدف إيجاد حلول حقيقية لشح المياه وفقها وزراعة الخضروات في أماكن لم تكن تصلح سابقا لذلك كما تعلمون بأن الأردن يعاني معاناة شديدة من قلة المياه والفقر الشديد في المياه لذلك تم التوجه إلى الزراعة في السويليس والهايدروبونيك اللي هي الزراعة المائية وزي ما أنتم شايفين هنا في عنا بيتين مدعومات من الجي آي زيد ومن الايل او الهدف الرئيسي من إنشاهم هو تدريب المزارعين المحليين على هذه التقنيات الحديثة من الزراعات المائية كما تعلمون بأن الزراعة المائية توفر حوالي 70 إلى 80 بالمية من المياه لأنه نحن هنا نستخدم نظام التدوير نفس المياه يعتبر هذا النوع من الزراعة الأقل حاجة للماء كونه يعتمد على حجم محدد من المياه يتم تدويرها حول النباتات والأشتال وغالبا ما تكون هذه المياه مخلوطة بأنواع محددة من الأسمدة الطبيعية الهدف الرئيسي هو نقل هذه التقنيات إلى المزارعين والحمد لله في كثير من المزارعين اللي أجوا وشافوا التقنيات هذه ودربناهم عليها عم بحاولوا أنه ينفذوا هذه التقنية في مناطقهم في بيوتهم وإن شاء الله أنه يعني بزيد انتشار هذه الزراعة المائية في المنطقة تتميز هذه الزراعة بخلوها من أي من المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية أو النباتية وهي قادرة على إنتاج أجود أنواع الخضار والفواكه في مختلف الفصول وبأقل الكلف الممكنة ترجمة نانسي قنقر